مرحبا متما وعدناكم من المدة قريبة انا والزميرة من الجودة رح نقوم بتجبية ايكونة الفخامة المطلقة سيارة رولز رويز جوست الجديدة بالكامل واليوم هالوعد رح يتنفذ ورح تتم تجبتها على شوارع دبي اكيد لاحظت تصميم الجوست الجديد من الخارج والبساطة اللي طاغي عليه بشكل كتير كبير فينا نشوف مصابيح الجديدة يلي تغيرت بالكامل وفينا نشوف الستينلس تيل يلي موجود على الواجهة من خلال الشبك وبتوفر داخل الشبك اضاءة الاليدي وفينا نشوفها خلال الليل هايدي عم بتعطي طابع جميل جدا للسيارة اكيد عن جنب فينا نشوف البساطة الطاغية وامضاء رولز رويز من خلال ابويب اللي بتفتح بعكس بعضها ومن الخلف فينا نشوف ايضا المصابيح الخلفية اللي صارت ميلي اكتر الى الخلف لطاعت الشكل الاعبعاد السلسية ويلي حافظوا على شكلها تقريبا المربع من الداخل ايضا فينا نشوف لمسات الفخامة لرولز رويز من الخشب والكروم وحتى اداء التفاصيل الموجودة بها المكسورة العديدات متل ما شفتون صاروا شاشات ديجيتال ولكن حافظوا على اشكالهم الكلاسيكية من خلال وضع الكروم حوليهم ايضا فينا نشوف المقود بازات تحكم عليه والخشب وحتى الجلد اكيد ما ننسى مزج الالوان والخياطة واداء التفاصيل الموجودة على الكراسي الامامية وحتى الخلفية خلال اطلاق رولز رويز جوست بدباي من مدة قريبة كان فقلنا جلسة مع الزمير رامي الجودي يلي شرح لنا بشكل مفصل عن هالسيارة الجديدة بالكامل وكيف تم تصنيعها من الصفر الاشياء الوحيدة يلي تم مشاركتها بسيارات رولز رويز هو شعار رولز رويز بسپيريت اوف اكستاسي وحتى المظلات الموجودة بالابواب هيكل جديد من الالومينيوم وقاعدة عجلات من الالومينيوم نظام التعليق الامامي صار في عندك نظام تعليق لنظام التعليق وهذا الشيء ليزيد الراحة راحة داخل سيارات رولز رويز نظام التعليق لنظام التعليق بيخلي تجيبة القيادة داخل المكسورة ان كان الصائق او جنب الصائق او حتى بالمقاعد الخلفية تكون مميزة جدا وتعزل بالكامل ارتجاجات الطريق واي اهتزازات موجودة لحتى تخليك تحس انه انت بالفعل انك صراحة مش عم بتقود السيارة على الطريق لبل على البساط السحري واذا بدنا نخدها اكتر للمستقبل كأنك موجود داخل مركبة فضائية وبالرغم من انه العزل كان اكتر من جيد بالسيارات والاجيال السابقة الا انه المهندسين اصروا انه يزيدوا العزل اكتر وخاصة من خلال الصندوق يلي بيدخل الارتجاجات والاصوات ووضعوا الواح زجاجية لتعزل الاصوات من الصندوق وايضا تم تركيب قاعدات للكراسي لحتى تتناغم مع حركة الجسم داخل السيارة وما تخلي الضجيج يداي الركاب الموجودين بقلب سيارة الروز رويس غوست محرك الغوست 12 استوانة ساعة 6.75 لت مع التوين تيربو قدرة الحصانية 571 حصان والعزم 250 نيوتون ميتر هالمحرك موصول بقلب التغيارات اوتوماتيكية والمميز فيها انه متصلة بالاكمار الصناعية هذا الشي لحتى يساعد على الطرقات الجبلية الطرقات السريعة او الطرقات اللي عليها مطبط انه تعطي انزارات مسبقة وتخلي تعشيء النسب يكون حسب وضعية القيادة وحسب زاوية الانعطاف او اي شي موجود على الشارع ورح توصر عليه مسبقا وايضا تتميز القوز الجديدة بالتوجيه بالعجلات الاربعة وايضا دفع رباعي اكيد كنا بنعرف سيارات رولز رويس هي لرجال الاعمال والمشاهير يلي بيحبوا يكونوا موجودين بالكراس الخلفية اللي حطين عموا بهالتجربة المريحة والقيادة السلسة ولكن التجربة ايضا بتمتد الى الصائق وحتى الى جنب الصائق اكيد هالهدوء الموجود داخل المكسورة بيعود لاجهزة التعليق يلي صنعت لاجهزة التعليق وهيدا شي جديد لأول مرة عم بتم اطلاقه على السيارات بالعالم وعنه اجهزة التعليق بتساعد اجهزة التعليق لحتى تخلي هالقيادة ومتعد القيادة على الطرقات كأنك ماشي على طريق من الحرير بنهاية التجربة رأيي برورس رويس انه سيارة الفخام المطلقة هادا الشي عم تشوفوا من خلال التصميم من خلال لمسات الفخم الموجودة داخل المكسورة وخارج المكسورة اذا بتحبوا تعرفوا معلومات اكتر عن السيارة لازم تشوف المقابلة اللي امنا فيها مع الزميل رامي الجودي وياللي شرح فيها كل شي عن السيارة مواصفات اداء السيارة محرك وحتى الاسعار هادا كانت تجربة السريعة لرولز رويس جوست اذا بتحبوا تعرفوا معلومات اكتر مثل ما قلتلكون فيكن تشوفوا الفيديو اللي عملناه مع الزميل رامي الجودي وياللي شرح عن كل شي بيختص بهالسيارة الجديدة بالكامل ان شاء الله هالتجربة تكون لانت اعجابكم تشوفكم بالتجربة جديدة قريبة ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة